دعينا نتحدث عن جلسة هذا اليوم بعد غياب السوق بالأمس كيف تجد الافتتاحية والميل إلى المكاسب خلينا نتحدث بالأول على الشكل الفني للمؤشر السوق المصري يمكن صعد في نهاية ديسمبر 2013 لاحظنا صعود قوي السوق ابتدى حقق مستويات قياسية المؤشر كسر مناطق مقاومة كانت صعبة جدا أو ما كانش منها المتوقعة نحن نشوفها بتنكسر قصنا منطقة 6000 وصعدنا لمنطقة 6500 السوق أصبح عنده مستهدفات بتقترب من منطقة 7150 أو 7300 خلال الفترة القادمة في شهية مفتوحة من المتعاملين سواء الأفراد أو المؤسسات أو الأفراد ذا والملاء المالية المرتفعة أنهما يدخلوا السوق لاحظنا عمليات تجميع في أغلب الأسهم كسر مقاومات هامة جدا لهذه الأسهم من المتوقع أن نحن الفترة القادمة نشوف السوق المصري بيتحرك في اتجاه صاعد على المدى المتوسط على مدارة 3 أو 6 شهور القادمين عندنا زي ما قلنا مستهدفات زي منطقة 7150 وال7400 دي أنا أتوقع أن السوق المصري والمؤشر المصري يزورها خلال الثلاث شهور الأولى من تدولات هذا العام نعم في عنا بعض من المباحث الحقيقية ربما تؤثر على سيولة السوق كان آخرة هو قرارات السحب المسموحة بالنسبة للسيولة هل بتأثر فعلا متى تأثيرها ببدأ نشوفه على السوق يمكن من وجهة نظري الشخصية أنا شايف عشان البنك المركزي يبتدي يسمح بهذا الأمر أن ده بيدي ثقة أن البنك المركزي شايف أن فيه ثقة في السياسة المقدية الموجودة في مصر أصبحت نسب المخاطر بتنخفض خاصة مع رفع الحد الاقتماني لمصر أو تصنيف الاقتماني لمصر خلينا نقول كل ده كان ليه أثار إيجابية بالعكس أنا شايف قرارات البنك المركزي الأخيرة هتعز الثقة المستثمرين أكتر في الدخول في السوق المصري مش بالعكس خروج السيولة منه عندنا عدة أخبار إيجابية يمكن هنقول هيكون لها تأثير قوي جدا على أداء الاقتصاد المصري واقتصاد البورصة المصرية وهنلاحظ ده يمكن بصورة قوية جدا على الثلاث شهور القادمين في التداولات بإذن الله نعم أيضا كان من جديد الأخبار بالأمس تناولنا الموضوع المتعلق بالمشاريع التي سنسمع عنها قريبا في قناة السويس ضفتي القناة والهيئة كان لها نشاط الحقيقة في احتواء كراسة الشروط وإعطاء الشركات بعد بحث طويل فرصها كيف سيعزز ذلك أكثر أداء الشركات التي تستثمر في قناة السويس ومدرجة في السوق المالي؟ يمكن قناة السويس أو مشروع قناة السويس من المشاريع التي تم إهمالها على مدار الثلاثين سنة الماضية ولكن هذا المشروع من المتوقع أنه يجذب حجم استثمارات كبيرة جدا لمصر متوقع أنه يرفع نسبة العمالة الموجودة في مصر متوقع برضو أنه يرفع نسب السياحة هيأثر على قطاعات كثيرة جدا في الاقتصاد المصري أنا أتوقع أننا في بداية 2015 هنبتد أن نجني ثمار هذا المشروع خاصة يمكن فترة طويلة دي لدراسة الأهمية هذه المنطقة وهذا المحور من ناحية الأمن القومي المصري وطبعا لا أحد يقدر أنه يناقش هذا الأمر لأنه بيبقى ليه الأهمية القصوى فبالتالي نحن بتدينا ننظر لهذا الأمر بجدية ونترح كراسة شروط ونبتدي أن نفند الشركات والمجموعات اللي دخلها من أجل قيام بالتنمية محور قناة السويس أتوقع أن مصر أمامها مستقبل قوي جدا على مدار الخمس سنين القادمة هنشوف أحجام استثمارات دخل مصر لارتفاع نسب عمالة زي ما قلنا كل ده هيكون ليه أثار إيجابية قوية جدا على أداء الاقتصاد المصري بإذن الله وأشكرك ضيفتي من القاهرة سيدراني عقوب رئيسة مجلس إدارة شركة ثريوي لتدعو الأوراق المالية